موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة المحيط للشروحات والتقنية في هذا الفيديو سوف نقوم بشرح كيفية تحميل مقالات علمية والتي تسمى ايضا بالأوراق العلمية او ابحاث المجلات من موقع مجلة جامعة تشرين على شبكة الانترنت لتشجيعنا على الاستمرار ولكي يصلكم كل جديد نرجو منكم الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو اولا ندخل الى موقع مجلة جامعة تشرين سوف اضع لكم رابط هذا الموقع في وصف الفيديو الآن ظهرت لنا واجهة الموقع كما هو واضح امامكم ويجب ان اختر سلسلة معينة من سلاسل المجلة ابتضمن المجلة كما ترون سلاسل للاداب والعلوم الانسانية والعلوم الاساسية والعلوم البيولوجية بالاضافة الى العلوم الهندسية والعلوم الصحية فضلا عن العلوم الاقتصادية والقانونية بالنسبة لتخصصي فسوف اختار سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية عبر الضغط على اسم السلسلة بعد الدخول الى السلسلة يمكن لمن يريد البحث باللغة العربية ان يضغط على خيار اللغة العربية في اسفل الصفحة اشتركوا في القناة هكذا اصبحت الصفحة باللغة العربية ولإيجاد مقالة معينة من مقالات المجلة يجب الضغط على شريط الادوات في اعلى يسار الصفحة ثم كتابة كلمة او جملة جوهرية نرغب في ايجاد مقالات عنها وانا اخترت مثلا موضوع الجنسية فسوف ابحث عن مقالات حول هذا الموضوع ظهرت لنا المقالات التالية نضغط على احداها الاولى مثلا يمكننا الان من هذه الصفحة ان نقوم بتحميل المقالة بصيغة pdf عبر الضغط على الخيار المخصص لذلك في اعلى يمين الصفحة ثم نضغط على خيار تنزيل في اعلى يمين الصفحة ايضا الآن اصبحت المقالة على الجهاز الخاص بنا ويمكننا تصفحها والاستفادة منها ها هي المقالة الى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية هذا الفيديو نرجو منكم الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد اشتركوا في القناة